المشاهدين صباح الخير معنا النهاردة حلقة جديدة من برنامجك وفاشونيستا وكل ما يخص جمال المرأة واناقتها من فاشن وتجميل نهاردة أحب أرحب بضفتي المتقلقة الدزاينر الجميلة الشيك أوي الفاشنبل جدا الموهوبة جاسي فهمي أهلا بك أهلا بك يا نور شرفتين ونورتي الستوديو كله أنا أسعد أنا أحبك جدا أن أقولك أن أنا معجبة ومن أشد الحقيقة معجبين بالدزاينز بتاعتك وبشغلك وبالتويست اللي فيه كده كرياتيفيتي اللي أنت بتحاولي تقدميه يعني خلاص بقينا أول ما نشوف الحاجة نعرف أن دي جاسي فهمي لأ برافو عليك بجاد عايزين نتكلم النهاردة على الكولكشن الجديد بتاعك حب أبدأ بالدزاين اللي أنت شخصيا لابساني النهاردة في البرنامج أنا حب أوريكي ده النيو one of the items للنيو كولكشن بتاعت الشيطة جميل جدا روعة 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 يا جاسي وطبعا عايزة أقول للمشاهدين أن الكوت اللي جاسي مقدميها النهاردة دي من one of the trends اللي نزل جديد في الشتاء الكروبت trench coats أو جاكت بصفة عامة يعني جاسي عملتها بقى بالتويست بتاعها أنتي دخلت فيه next fabrics طب يكلمين بقى على الفابريكس اللي نزل جميلة أنا مدخلة صوف إنجليزي مع اللاذر واللي طالع قوي كمان اللاذر اللي هو فيه لمع شوية مش الموت زي سانا اللي فاتت فمدخلة اللاذر مع الصوف وعملة تويست كده إن هو ممكن ده تلبسيه كاجول فعملة scattered زراير جينز كده على colors وعلى الأريا دي كلها اللي هو لا لو لبسته برضو على جينز يعني أنا ربسها دلوقتي little bit formal بس لو لبسته على جينز وشيرت sneakers فهو برضو هينفع وكل piece ممكن ألبسها لوحدها يعني التوب ممكن ألبسه لوحده على denim jeans wide legs وال pantalon كمان ممكن ألبسه لوحده على oversize white shirts يعني إحنا كده بنحب ندي أفكار للمشاهدين عجبني جدا جدا برافو عليكي وحنتفرج كمان على بقية ال collection مش كلها selected كده items قال انت ما شاء الله بتنزلي ب collections كبيرة بس خلينا نتفرج النهار ده على وانوف ده بالنسبالي يعني بست سلرز عندك في الكلكشن الجديد هو طبعا أنا حب أشوفه النهارده على ماضل جمانة اللي حتعرضهن بطريقة كده ستريت وير ستايل شوية حلوة قوي يا جيسي كلمين بقى عن شوية عن ديزاين ده هو ده فكرته إننا هو الكت ترنش كوتس طلعا مو ده قوي صح بس انا بنوضت ساعة نحتار هنلبس تحتها اي فانا عملت هو تو أتعتش بيسز هو الشيرت ده معي يعني الجزء اللي تحت ده أتعتش للديزاين بالضبط كده طب جمانة ممكن تفوكي البلت ونشوف عشان المشاهدين برضو فيها فكرة يعني الشيرت اللي تحت ده جاي مع الترنش كوت مظبوط حلوة قوي وانا شايف فيه حركة في السليفز كمان السليفز مفتوحة حلوة قوي قوي يا جاسي وممكن طبعا يتلبس مفتوح زي ما العارضة مواريانة دلوقتي او ممكن ان هو يتربط البلت ويبقى ترنش كوت مقفول ممكن يتلبس بالطريقة وعلى فكرة العيز يلبس تحتيه حاجة كمان يا نورا عامل الشيرت بطريقة هو لو دخل من جوه مش بيبان ان في شيرت بيبقى سليفز بس حلوة قوي عايز تلبسي حاجة واحد تحتيها عايز تلبسي اي حاجة تانية ممكن لايرنج بحاجة هاي كولمن تحت ده لايرنج في الستايلينج بيبقى برضو شكله حلو طب ممكن نلبسه ازاي كمان تاني على بلاك لاجنجز مثلا او حاجة دافنت لي على بلاك لاجنجز على بوتس هيبقى لطيف قوي برضو يمشي بالليل كمان لو فيه حاجة بالزبط